اهلا وسهلا بيكم. عمرك شفت الخدعة دي? حد عملها معك قبل كده. جاب عود الكابريت. وحكه باي حاجة وقال لك عود الكابريت ولع الوقت هو. تاني كده مبيش حاجة في ايدي. عود الكابريت بيولع من ايدي. شفت الخدعة دي قبل كده? النهاردة علمها لك تعملها ازاي. فكرة بسيطة جدا. بس هاريت ما تستخدمش ايديك. انا استخدمت ايدي عشان نورها لك بس لو حد عملها قدامك. تعملها ازاي او تعرف هو عملها ازاي. وما تنخدع شي بالمظاهر الكداب. يلا بينا نشوف تفاصيل الفيديو بس ما تنساش. اشتراك للقناة. اعجاب للصفحة لو انت داخل عن طريق الصفحة. سيب لنا تعليق كويس. الفيديو النهاردة يعتبر طرفيهي. حاجة كده بندحك مع بعضينا. بلاش تدخلنا في صح وغلط وما ينفعش والكلام ده. خلينا ندحك شوية. يلا بينا. ادي اللي هنحتاجه في الفيديو بتاع النهاردة. اه شوية مية في كوباية. هنحتاج علبة كابريت تكون آآ جديدة. آآ ما يكونش استعملناها قبل كده. يفضل ده. الفكرة دي مش لازم تستخدمها على اصباعك. لا. انت ممكن تستخدمها على مسلا جسم البوتجاز. بحيس ان يكون تكون جاهزة معايا. اذا ولاع بتاعتي آآ اذا الكابريت بتاعي المنطقة دي بازت. زي ما احنا متعودين. لا اقدر استغنى عنه وولع بالكابريت. وبرضه انا عاوز اقول تاني الفكرة تفهة جدا. يعني حاجة هايفة. لو انت مش مش حابب تسمعها. تفضل من دلوقتي عشان ما تقولناش في التعليقات. ايه التفاهة دي? ايه الهيافة دي? ايه الكلام ده كل? ادي المية. ادي عود الكابريت زي ما قلنا. بامسك المنطقة اللي ما فيهاش كابريت من هنا. وبابدأ احطها في المية. اهي. كده. وباجي هنا. وبابدأ احركها كده. هتلاحز معايا على فكرة احتكاك عود الكابريت بالمنطقة دي هو اللي بيسبب ان الكابريت بيولعها. وهبدأ احط ده على ضفر كده. اهو. تاني. هبدأ احط ده في المية. كده. وهبدأ. اشيل الجزئية دي. وهبدأ احطها هنا. او على اه جزء من البتجاز مسلا او جزء من المكتب او زي ما انت عاوز المكان اللي انت حابب تولع منه الكابريت. او تعملها خدعة في حد زي ما تحب. اعمل اللي انت عاوزه. انا هعلمها لك. وانت تستخدمها. ما تستخدمش المواد دي على ايدك. لان هي ممكن تكون اه غلط. وانا اكون معرفش. لان ده مش تخصصي. لكن هي فكرة شفتها وشفت حد بيغضع بها حد. فحبيت ان انا اه انفزها قدامكم وتشوفوها. ده كان فكرة الفيديو. يعني مش اه انا بقولش ان ده صح. عشان ما تظلمناش في التعليقات. وما بقولش ان الموضوع ده مش غلط على جسمي. انا بقولك نستخدمهش على جسمك. استخدمه على اي جزء في المكتب على اه جسم البتجاز نفسه. زي ما تستفيد انت من الفكرة استفيد. المهم بعد ما بعمل كده على اصباق على المكان اللي انا عاوز اولع منه الكابريت بسيبه ثواني لحد ما ينشاف. اول ما ينشاف بيكون جاهز ان انا اولع الكابريت من المطقة دي. زي ما كنا بنعمل الفكرة دي على الكوتش او الجزمة. وكنا بنولع برضو منها الكابريت. وكانت فكرة كده ايه? كانت حاجة لزيزة كنا بنعملها في الناس اللي ما بتعرفش. انت ممكن تستخدمها برضو على اي طريقة اللي تعجبك لو انت ما تعرفاش. طبعا لو انت شاطر وتعرف الفكرة. خلاص شكرا لك انت مش محتاج تشوف الفيديو بتاعنا. عشان انت انسان ايه? عشان انت انسان شاطر. دي الفكرة بتاعت النهاردة. زي ما قلت الفكرة تفهى. اعفينا من كلامك في التعليقات. لو حالة بتقول كده عندنا ستمية وخمسين فيديو على صفحة مهمين جدا. عندنا عن قناة الف وخمسين تقريبا الفيديو مهم. الفيديو التفهى ده. بنعتذر لك عليه. شكرا لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.